ما مصادر اشتقاق أهداف المنهج المدرسي؟ هناك مصادر يمكن اشتقاق أهداف المنهج منها 1- طبيعة المجتمع من حيث عقيداته وفلسفته ومشكلاته وأيضا من ناحية ثقافته فلكل مجتمع ثقافته والثقافة بمكوناتها تسمح المصممي المناهج الدراسية باشتقاق هذه الأهداف التي تراعي الجوانب الثقافية فيها 2- طبيعة المتعلمين وذلك من حيث اهتماماتهم وميولهم وحاجاتهم ومراح نموهم فالأهداف توضع أصلا للمتعلمين ويعمل على تحقيقها بإشراف المعلمين 3- طبيعة المادة الدراسية فالمادة الدراسية تمثل مصدرا مهمة من مصادر الشخاق أهداف المنهج المدرسي وذلك من حيث مكوناتها ومجالتها وأسس اختيارها وتتابع محتواها 4- طبيعة العصر الذي يعيش فيه المتعلم والذي يسمى الآن بعصر الانفجار المعرفي والتغير السريع وأيضا التقدم العلمي والتقني ما شروط صياغة الهدف التدريسي الجيد؟ هناك شروط لصياغة الهدف التدريسي الجيد منها أن يكون الهدف محددا واضحا معنا قابلا للفهم أيضا من شروط صياغة الهدف التدريسي أن يكون مركزا على سلوك المتعلم وليس على سلوك المعلم أن يكون الهدف قابلا للملاحظة والقياس وأيضا واصفا لنتاج التعلم وليس نشاط التعلم الذي يقوم به المتعلم أن يرد في الهدف الحد الأدنى لقبول الأداء المطلوب توقعه من الطالب المتعلم أن يتضمن الهدف فعلا سلوكيا نشير إلى نوعية السلوك ومستواه في هذه النوعية المراد أن يحقق الطالب المتعلم أن يوضح الهدف الشرط أو الظرف الذي سيؤدى في ظله المتعلم هذا السلوك ويمكن أن تساغ عبارة الهدف التعليمي أو السلوكي الجيد كما يلي أن زائد الفعل السلوكي زائد الطالب المتعلم زائد جزء من المادة التعليمية زائد الشرط الذي يتم في ضوءه زائد مستوى الأداء أو التحقق المطلوب توقعه من الطالب المتعلم